كابتو إبراهيم يعني خلينا اتكلم في الحدث الحدث هو عندي اتنين عندي في الاهلي طاهر محمد طاهر وأوباما في الزماني خلاص طاهر محمد طاهر ده اتنال من المقولين للأهلي شايف الصفقة عاملة ازاي بس طبعاً تعرف يعني معزم متابعاتي أنا متابعاتي أهلي وزمالك والمبرات المهمة يعني أنا ما يعني ما قدرش يحكم عليه في الملعب لأن أنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده يعني مش أي لاعبين جون كتير جداً كانوا مكسرين الدنيا في الأندية بتاعتهم لما لعبوا أهلي وزمالك ما كانوا دون المستوى يعني أحمد الشيخ مسأ يعني بس مش عايزين نقول أسماء يعني أسماء معاناة في أسماء كتير جداً يعني معزم اللعبت صراح محسين معزم لعبت الدور المصري لعبوا أهلي وزمالك ودي كانت يعني في آخر 10 سنين أو 15 سنة ما كانت قلال جداً أمم تحسن تلاقي مثلاً بالشكل ده أخر 10 سنين طبعاً الموضوع بقى زيادة كل لعبت الدور المصري اللعبت أهلي وزمالك فأنا تملي بقى يعني بص يعني عندي حتة كده لما بيتحصل بيحصل سواء في الأهلي أو في الزمالك على لعب معين خناقات ودود خلص وده خلص أنا ما بحكمش في النقطة دي لإني ما بحب أتملي أشوف اللاعب في الملعب دوره إيه وهيبقى تواجده عامل إزاي فأنا يعني مبروك للناد الأهلي على ضمه أكيداً بس أنا ما عرفش يعني ما تبعتوش بشكل كويس فهيبقى ابتدى حكم عليه في مشاركتهم مع الأهلي وتواجدهم في الند الأهلي طيب هل أنت شايف الصفقة فيها مغلاء ولا درقاً طبيعي بص يعني هو في الفترة الأخيرة بقت خلاص بقت بالنسبة لنا المواضيع دي عادي يعني يعني فيه لعيبة كتيرة جداً زي ما أنت قلت كده وصلاح موحسن كان ما شاء الله جايب مبلغ كبير جداً حيسين الشحات نفس الكسفال بقت خلاص المبلغ في القصة دي مع احترامي يعني أرقام مبلغ فيها شوية بس هو ده المستوى طيب اللي موجود حالياً أو التمن اللي متواجد حالياً في الكرة المصرية يعني طير محمد طير يلعب على حساب مين؟ على حساب الكهرباء على حساب الكهرباء ولا ممكن ده يخليني أقول أن الكهرباء ممكن يمشي من الأهلي لا ملاش علاقة لأن بس طبعاً يعني أنت لو هتعمل مقارنة طبعاً استحالي لها بعلاق رمضان استحالي لها بعلاق استحالي لها بعلاق طبعاً يعني برضو رمضان من اللعيبة اللي اكتسبت خبراته وشارك برضو كان حتى لو شارك على فترات بسيطة في الدور الإنجليزي برضو عميت له تقلي يعني برضو حتى وتوجده مع القلي عميت له تقلي بشكل كويس جداً يعني لو حتى في هيلعب يعني مين؟ كهرباء ورمضان صبح حسين الشحات؟ بالزبط طب إيه الفايدة بقى أنت عندك ما شاء الله يعني الأسماء اللي موجودة ولا هي مجرد أن أنت جيبت الصفقة بس؟ تفاهم قصة دي؟ يعني أنا ممكن كنت أجيب صفقة يعني أننا دي الأهلي كان نقصه مهاجم طب لي أنا ما استفدتش بالموضوع ده في مهاجم ما استفدتش بالموضوع ده ليه في الدفاع أنت عندك مشكلة في الجزء الدفاع في الفترة الأخيرة إصابة سعد سميرة ورمي ربيعة فأنت كنت محتاج حد في قلب الدفاع مميز هيفيدك أكتر أما أنت أنت تجيب حد وأنا عارف أنه بالناس كتيرة جداً بتزعى الموضوع ده تجيب حد أنت عندك اللي متواجدين حسين الشاحات من اللعبة كويسة جداً لو رجع لمستوى كهرباء ما شاء الله منتخب مصر ونادي الزمالك والأهلي برضو والتحاد جدة اسمه قتق رمضان صبحي جاء الدورة الإنجليزي وبرضو مشاركته مع الأهلي عملت له طول فاستحال أنه هيبقى في المستوى زي ده زي اللعبة دي يعني طيب أنت فهموا قصو دي؟ يعني أنت جيبت لعب فيه أكتر من كذا مركز لللاعب متواجد فيه عندك أسماء كويسة ترجمة نانسي قنقر